وكنت عايزة عرف التفاصيل بتاعته اكتر احنا جولدن ييرز ابتدى النشاط بتاعنا وقت الكورونا وهنا جلت كريم بتاع الامم المتحدة كتتويج للعمال اللي كنا بنعملها وقت الكورونا وقت الكورونا كلنا كنا معزولين واضلة اجتماعية طبعا كبيرة جدا جدا مكناش عارفين الكورونا دي هنفضل معزولين فيها قد ايه فالفكرة جات كان من ان احنا بنحاول يعني انا كان عندي مشاكل في الرعاية الصحية بتاعت والدي وكنت مش لقي مكان الاقي فيه معلومات ادور فيها طب اروح لدكتور ايه اروح للاقي الدواء ده فين اعمل ايه عشان اقدر اساعده اعمل ايه عشان احفزه اجتماعيا او يعني ذهنيا خصوصا مع العزلة الاجتماعية بتاعت الكورونا فعملنا كده زي بروجرام لطيف في البيت جربناه الاول ان احنا نعمل جدول يومي بنمشي عليه ولقيت ان ده حفز والدي ذهنيا جدا وابتدى ان هم يساعده فقلت طب اجرب اعمل ده على مستوى اكبر مع ناس مختلفة ومن هنا جت فكرة جولدين ييرز الاول ابتدين على التواصل الاجتماعي ان احنا ندمج كبار السن في التكنولوجيا بحيث ان هما ميبقوش معزولين وقت الكورونا فابتدين بقى ان احنا نعلمهم زوم ابتدين ان احنا نعلمهم حاجات مختلفة ان هما يدخلوا على فيسبوك على انستجراب على كذا السوشل ميديا بلاتفورمز المختلفة والمعاوكة المختلفة علشان يقدروا ان هما يتكلموا مع بعض ويقدروا يتكلموا مع اولادهم بصورة امنة ويتسلوا وقت الكورونا في العزلة دي ما يبقوش معزولين ومن هنا الامم المتحدة شايفت ان الشغل اللي انا بعمله ان انا بدمج كبار السن في التكنولوجيا وبدخلهم عالم التكنولوجيا بمعنى اصح حاجة تستحق التكريم ودي كان حاجة طبعا بفخر بيها جدا لان انا المصرية الوحيدة وانا الوحيدة اللي من الشرق الاوسط من المنظمة الصحة العالمية بغزي دينا والله احنا كلنا فخورين بيك